فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وحملها الإنسان آدم وذريته طمعا في الأجر حملوها طمعا في الأجر والثواب فآثروا الغنم والرجاء على الخوف ثم انقسموا إلى أقسام منهم من رفض القيام بالأمان ظاهرا وباطلا وهم المشركون والمشركات يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات انقسموا بعد تحملهم الأمانة إلى ثلاثة أقسام قسم رفضوها ظاهرا وباطنا وهم المشركون وقسم تحملوها ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات أظهروا الإسلام وأفطنوا الكفر وقسم تحملوها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون ولهذا قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما